الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد من مشروع تعميم المعرفة هذا هو الدرس الخامس والثلاثون في الانتصاد الجزئي تحت عنوان نظرية المنشأة الجزء الأربعة العائد على الحجم أرجو أن يكون فيه الفائل العظمى لكافة أحبتنا الطلب والمتابعين لهذه القناة التعليمية في كافة أخطار العالم وعلى بركة الله نبدأ العائد على الحجم Return to Scale قدمت في المقاطع الثلاثة السابقة نظرية المنشأة Theory of the firm بشكل عام وركست على مبادئ أو مفاهيم تكريف الإنتاج Production Cost والتوليف المثلة Optimum Factor Inputs من مدخلات الإنتاج التي تعظم كمية الإنتاج بأقل كلفة ممكنة ومبدأ التكريف المتساوي IsoCost ومبدأ الكمية المتساوية IsoQuant سأقدم في هذا المطلع بإذن الله تعالى مبدأ العائد على الحجم Return to Scale or Returns العوائد على الحجم Return to Scale وتمثيله بواسطة منحنى الكميات المتساوية أو منحنيات الكميات المتساوية يعرف العائد على الحجم بأنه مقدار استجابة كمية الإنتاج للتغير في كمية مدخلات الإنتاج إذن التغير في كمية الإنتاج استجابة للتغير في كمية مدخلات الإنتاج من مظاهر مدخلات الإنتاج أنها قابلة للتبدل والتغير أي بمعنى آخر الزيادة والنقصان في الأمد الطويل فاستجابة الإنتاج للتغير في مدخلات الإنتاج وخاصة العمال ورأس المال هي العائد على الحجم ومن أجل استيعاب مبدأ العائد على الحجم دعنا نتأمل في الجدول الآتي لنفترض أن لدينا البيانات والمعلومات التالية هذه الآن النسبة المئوية للتغير في مدخلات الإنتاج هنا مدخلات الإنتاج تغيرت بنسبة مئوية الآن 100% 50% 30% نتيجة لهذا التغير تغيرت نسبة التغير في الإنتاج الآن هنا التغير في مدخلات الإنتاج كنسبة مئوية الآن التغير في كمية الإنتاج كنسبة مئوية فنتيجة المئة بالمئة الزيادة أو التغير في كمية الإنتاج تغيرت كمية الإنتاج بنسبة 120% هذه الحالة نسميها نطلق عليها العائد المتزايد على الحجم سأوضحه بعد قليل إن شاء الله بأمثلة وبيانات نفرض أن نسبة التغير في المدخلات الإنتاج كانت 75% ونتيجة لذلك تغير الإنتاج بنسبة 100% ما يعني ذلك بأن المنشأة ما زالت في هذه الحالة اللي هو العائد المتزايد على الحجم لنفترض بأن الآن مدخلات الإنتاج كميةها تغيرت أو زالت لنفترض بنسبة 50% وتبعا لذلك زاد الإنتاج بنسبة 50% ما يعني بأن حالة العائد الإنتاج كانت ثابت وتسمى العائد الثابت على الحجم وأخيرا لنفترض بأن كمية مدخلات الإنتاج زادت بنسبة 30% لكن الإنتاج زاد بنسبة 20% هذه الحالة يطلق عليها اسم أو مصطلح العائد المتناقص على الحجم العائد المتناقص على الحجم يأتي العائد على الحجم على ثلاثة أشكال أو حالات العائد المتزايد على الحجم الثاني العائد الثابت على الحجم الحالة الأخيرة والثالثة والأخيرة العائد المتناقص على الحجم decreasing return أو decreasing return to scale أي الآن الصورة الملونة حتى نميز في حالات العائد على الحجم return to scale العائد المتزايد increasing to scale العائد الثابت constant return والعائد المتناقص decreasing return to scale حالات العائد على الحجم إذا ارتفعت كمثال مدخلات الانتاج بنسبة معينة كأن نقول 100% فنتج عن ذلك زيادة في الانتاج بأعلى من نسبة زيادة في مدخلات الانتاج كأن نقول 120% فإن حالة الانتاج تتميز بوفورات الحجم أو ما يسمى ب economy of scale ما يعني بأن الانتاج يمر بحالة العائد المتزايد على الحجم أرجو التركيز عليها لأن لها تبعات على فهمنا إلى فكرة متوسط الكلفة الكلية بالأمد الطويل إذا ارتفعت مدخلات الانتاج بنسبة معينة كأن نقول 100% نتج عن ذلك نتج عن ذلك زيادة في الانتاج بأعلى من نسبة زيادة في مدخلات الانتاج كأن نقول بنسبة 120% فإن حالة الانتاج تتميز بوفورات مدخلات الحجم أو ما يسمى بإيكاني بسكيل ما يعني بأن الانتاج يمر بحالة العائد المتزايد على الحجم الثانية إذا ارتفعت مدخلات الانتاج بنسبة معينة كأن نقول 50% فنتج عن هذه الزيادة زيادة في الانتاج بنسبة مساوية لنسبة زيادة في مدخلات الانتاج أي بنسبة 50% اللي هي نفس الزيادة في مدخلات الانتاج فإن الانتاج يمر بمرحلة العائد الثابت على الحجم والحالة الأخيرة والثالثة والأخيرة إذا ارتفعت مدخلات الانتاج بنسبة معينة كأن نقول 30% فنتج عن ذلك زيادة في الانتاج بنسبة أقل من نسبة زيادة في مدخلات الانتاج كأن نقول بنسبة 20% فإن المنشأة تعاني من العائد المتناقص على الحجم وترتفع كلفة الانتاج بشكل مبحوظ وهي الحالة المعروفة بلاوفورات الحجم لاوفورات الحجم This economy of scale التمثيل بياني لحالات الثلاث التمثيل بياني لدينا الأشكال البيانية الثلاثة التالية والآتية الآن هذه مدخلات العمالة عندي وحدة LIVER مهما كانت وحدة LIVER وحدة LIVER الآن وحدتين وكان عندي وحدة LIVER مقابل وحدة CAPITAL أصبحت الآن وحدتين LIVER وحدتين CAPITAL أي معنى آخر وحدة عمالة وحدتين العمالة أصبحت الآن مقابل يعني وحدات رأس المال الوحدة الأولى أو كمية واحدة الكمية الثانية الآن فالآن العائد المتزايد الحجم منلاحظ على أنه مقابل كمية العمالة 1L وكمية رأس المال 1K كنا عند النقطة A على منحنة الكميات المتساوية منحنة الكميات عندما زادت كمية العمالة أو مدخل العمالة من 1L إلى 2L وكذلك الأمر زادت كمية رأس المال من 1K إلى 2K قفز الانتاج من ألف إلى جيم من ألف إلى جيم لم يكن باه ما يعني الآن تقنى من Q إلى 3Q وبالتالي هنا هذا نسمي العائد المتزايد الحجم بمعنى آخر المنشأة كسبت كثير من زيادة مدخلات الانتاج لأن كمية الانتاج ارتفعت بمقدار ثلاثة أضعاف الحال الثاني الآن العائد الثابت على الحجم نلاحظ بأن زيادة كمية العمالة من 1L إلى 2L إلى 3L وقابل أنه كمية رأس المال ارتفعت من 1K إلى 2K إلى 3K كمية الانتاج كمية الانتاج زادت كما هو متوقع من Q إلى 2K إلى 3Q أي بمعنى آخر من النقطة ألف إلى نقطة باء إلى نقطة جيم وبالتالي كأنما نقول بأن الزيادة ثابتة ومرتبطة بزيادة كمية مدخلات الانتاج الليبر والكابتل الحال الثالثة والأخيرة هي العائد المتناقص على الحجم زادت كمية العمالة من 1L إلى 2L وكذلك الأمر زادت كمية رأس المال من 1K إلى 2K لكن كمية الانتاج لاحظوا بأنها انتقلت من نقطة A على الـ ISOQ إلى نقطة أقل من 2Q أقل من نقطة B لم يتصل كمية الانتاج إلى 2Q ما يعني بأن العائد المتناقص على الحجم هو الذي تعاني منه المنشأ تبعات العائد على الحجم تبعات العائد على الحجم يمكن ترتيل هبايين كما يأتي على المحور الأفق الآن ما يسمى بكمية الانتاج على المحور العمودي متوسط التكاريف الكلية في الأمد الطويل Long run average total cost الآن منحنة average total cost بالlong run Long run average total cost بكون متوسط التكاريف الكلية ينخفض ينخفض كلما يزال كمية الانتاج ينخفض حتى يصل إلى هذه النقطة ثم بعد ذلك Long run average total cost أو ما يسمى بمتوسط التكاريف الكلية في الأمد الطويل يأخذ بالارتفاع فمنحصل على المعلومات التالية لأن هذه النقطة التي وصلت وصل إليها اللون جران average total cost اللي هو حد الأدنى المنمم average total cost باللون جران هاي تسمى الكمية الدنيا الكفؤة minimum efficient scale minimum efficient scale في هذا القطاع المحصور بين الخط المستقيم المتقطع قبل الكمية الدنيا الكفؤة بمقدار بسيط جدا إلى اليسار أي كمية محصورة بين الصفر وهذه الكمية لكن أقل من الكمية الدنيا الكفؤة المنشأة بتكون يعني تتميز بالعائد المتزايد على الحجم على مقابل نقطة الكمية الدنيا الكفؤة minimum efficient scale المنشأة تتميز بالعائد الثابت على الحجم العائد الثابت على الحجم بعد الكمية الدنيا الكفؤة ولو بمقدار بسيط جدا المنطقة المحصورة إلى اليمين من الكمية الدنيا الكفؤة المنشأة تعاني من العائد المتناقص على الحجم ما يعني بأن عندما تتميز المنشأة بعائد متزايد على الحجم متوسط التكاليف الكلية في الأمد الطوير ينخفض حتى يصل إلى النقطة الدنيا التي تكون المنشأة بالحالة التي وصلت إلى العائد الثابت على الحجم بعد ذلك تأخذ المنشأة بالمعاناة من زيارة التكاليف وهي حالة العائد المتناقص على الحجم ما يمكن أن تقوم به المنشأة؟ ما يمكن أن تقوم به المنشأة؟ تستطيع المنشأة أن تزيد من إنتاجية مدخل الإنتاج وخاصة العمالة وتحقيق وفورات الحجم التي ذكرتها وتقلل من تكاليف الإنتاج بواسطة بعض الإجراءات الداخلية ومنها تحسين تقنيات الإنتاج واستخدام أسليم متطورة اثنين تحسين الحوافز الممنوحة من العاملين من أجل زيادة إنجيتهم وولاءهم للمنشأة التي يعملون بها أخيراً تطوير الإدارة وتدريب العاملين باستمرار على طرق الإنتاج الحديثة وبالتالي يمكن للمنشأة أن تشهد زيادة في الإنتاجية كما في الشكل على عن مدخل العمالة هذا الشكل الآن نتيجة لاتخاذ المنشأة عفواً هذه الإجراءات العمالة التي كانت عند المستوى الوان الوان كانت على منحنة الإنتاج كيو وان لكن نتيجة لاتخاذها هذه الإجراءات المنشأة حدث دوران في دالة الإنتاج من كيو وان إلى كيو تو معنى ذلك بأنه بالكمية نفسها من الليبر زاد الإنتاج من كيو وان إلى كيو تو المقطع القادم شكراً لكم على حسن متابعتكم المقطع القادم بإذن الله تعالى سيكون على المنشأة في السوق التنافسي التامة The firm and the perfectly competitive market لا تنسوا الاشتراك معنا في هذه القناة التعليمية والتعليق على المحتوى من أجل تعميم معرفة بلغة القرآن الجميلة والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته وإلى لقاء قريب بحول الله تعالى ترجمة نانسي قنقر